لما يكون ليك تاريخ كبير لكن تمر الأيام والسنين ويتبدل الحال ويتكالب عليك كل حاقة مش بس كهدف رئيسي في القضاء عليك ده كمان كرغبة منهم في الاستفادة من ثرواتك مواردك وإمكانياتك سرقتها واستغلالها وإفقارك وتهنيشك فيقسموك ما بينهم يخلوا البلد بلدين والشعب شعبين ولكن من قلب كل القاهر والظلم ده يقف شعبي قاوم ويقرر فرض إرادته والحصول على حريته فكان يا مكان في 17 سبتمبر 2022 أنهى المنتخب المغربي لكرة القدم وشاركاته في كأس العالم قطر باحتلاله المركز الرابع على مستوى العالم في إنجاز غير مسبوك لأي منتخب أفريقي أو عربي وتفوق المنتخب المغربي على منتخبات كبيرة زي أسبانيا وبلجيكا وبرتغال لنحلة المنتخب المغربي بدأت في 23 نوفمبر 2022 لما افتتح أولى مبارياته في المونديال قدام المنتخب الكرواتي اللي هو هو نفس المنتخبين اللي لعبوا مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ومنديال 2022 هو المشاركة الخامسة للمنتخب المغربي في البطولة الكروية الدولية الأهمة وفي الوقت اللي كانت أغلب التوقعات بتصوب في اتجاه صعود بلجيكا وكرواتيا تمكن المنتخب المغربي من الفوز في مبارتين والتعادل في مباراة واحدة علشان يحصد سبع النقاط يحتل بيهم صدارة مجموعته لدور الستاشر ويتخطى المنتخب المغربي المنتخب الأسباني ومنه لدور التمانية علشان يقابل المنتخب البرتغال ويفوز في المباراة ويوصل للمربع الزهبي لمونديال ويقابل المنتخب الفرنسي ومنه إلى مباراة المركز الثالث والرابع أداء وإنجاز المنتخب المغربي خلاه يحصل على تهنئة من كينات رسمية وشخصيات مشهورة اللي أشهده باللي قدر المنتخب المغربي تحقيقه وكمان بقت كلمة المغرب هي الكلمة الأكثر بحثاً على محاركات البحث في عدة دول خاصة في المنطقة العربية والإفريقية بعد مقدمة الكروية السريعة واللي كان فيها ملاقات المغرب لأسبانيا وكمان للبرتغال وفرنسا واللي بعيداً عن كرة القدم فالمغرب تاريخ معهم من أيام طارق بن زياد وموسى بن نصير مروراً بدولة المرابطين ووصولاً لدولة الموحدين كل دي محطات تاريخية كبيرة ما نقدرش نختزلها في سطور وإن شاء الله نحاول نعمل عنها حلقات في وقت لاحق دلوقتي نحاول نتكلم عن المغرب بداية من 1859 وتحديداً في 22 أكتوبر 1859 لما أعلنت إسبانيا بدء الحرب على المغرب وده بسبب الصراع على حدود المستعمرة الإسبانية سبتا اللي هي في الأصل مدينة مغربية لكن تم احتلالها من البرتغاليين في 1415 واستمرت سبتا واقعة تحت الاحتلال البرتغالي لحد سنة 1580 وده السنة اللي ضمت فيها إسبانيا مملكة البرتغال ومن التاريخ ده والحد دلوقتي بتخضع مدينة سبتا ومليليا اللي مكانهم في الشمال المغربي بيخضعوا لحكم وإدارة إسبانيا وفي مطلع 1860 يبدأ الجيش الإسباني في تحركه لجنوب سبتا وفي نفس الوقت كان الأسطول الإسباني بيقترب من مدينة تطوار علشان ينجحوا في 6 فبراير 1860 في الاستيلاء على المدينة وتقريبا كان أول قرار للاحتلال الإسباني بعد سيطرته على مدينة تطوار هو تحويل المسجد الرئيسي فيها لمعبة كاثوليكي انتهت حرب تطوار بين المغرب وإسبانيا بسبب عدد من الظروف منها على سبيل المثال ضعف الجيش المغربي إنه ما كانش فيه أي تنظيم عسكري للجيش بإضافة لستدخل بريطانيا ومحاولتها التوسط لتوقف الحرب بين البلدين ولكن على الرغم من الجهود الإنجليزية احتلت إسبانيا مدينة تطوار المغربية وترتب على الدرور البريطاني توقيع معاهدة بين الطرفين ربما تكون من أقسى المعاهدات عن مغرب خلال القرن 19 واشترت إسبانيا أن تصدق المغرب على محتوى اتفاقية 1767 و 1859 كشارط أساسي لإيقاف الحرب والخروج من مدينة تطوار وفي ظل الضعف السياسي والحسكري المغربي قررت إسبانيا فرض عقوبات مادية كبيرة جدا عن مغرب اللي نتج عنه شلل مالي هيستمر حوالي 25 سنة وكان بداية للجوء المغرب للقروض الأجنبية اللي بدورها كانت أحد مرتكزات التواغل الاستعمالي سنة 1894 يتولى حكم المغرب الملك عبدالعزيز بن الحسن كان عمر وقتها 16 سنة زادت الديون جدا في عهده بيقال بسبب حبه للطرف وكانت الديون دي هي الباب اللي اتوغلت منه الدول الأجنبية في المغرب وسنة 1902 وقعت فرنسا وإيطاليا اتفاق ما بينهم انتهى بتنازل فرنسا التام عن مطالبها في ليبيا في صالح إيطاليا في المقابل تعترف روما بأحقيد باريس في احتلال المغرب بيوجبه مع بعض على حسابنا بعدها بسنتين في 1904 والمرة التانية وقعت فرنسا وبريطانيا اتفاق ثنائي اتنزلت في بريطانيا عن نفوذها في المغرب لصالحي فرنسيين في مقابل اعتراف فرنسا بأحقيد بريطانيا باحتلال والسيطرة على مصر وعلى ما يبدو فرنسا كانت بتوجب مع أي حد مقابل اعتراف بمصالحها جمعية ودهرة يعني في نفس السنة 1904 وقعت فرنسا وإسبانيا اتفاق ثنائي هونقدر نقول تعديل على اتفاق سابق بين البلدين فكان الاتفاق السابق بيقسم المغرب بين البلدين بحيث يكون الجزء الشمالي من المغرب لصالح إسبانيا لكن الاتفاق الجديد قلص المساحة دي وخرجت إسبانيا من منطقة فاس وتازا وانتقلوا لنفوذ فرنسا في سنة 1906 اجتمعت القوى الاستعمارية الدولية 12 دولة بريطانيا وفرنسا وغيرهم من الدول اجتمعوا في مدينة الجزيرة الخضرة الأندلسية في أقصى جنوب إسبانيا للاتفاق حول طريقة تقاسم المصالح والامتيازات داخل المغرب وقتها قرر مولاي عبدالعزيز الموافقة على اتفاقية الجزيرة الخضرة وفتح الباب قدام التدخل الأجنبي في شؤون المغرب وقتها الفرنسيين قالوا إن تواجدهم في فاس حصل بعد طلب من السلطان المغربي لأن السلطان طلعوا منافع إنه يكون طلب من فرنسا حميته وفي سنة 1908 تولى حكم المغرب مولاي عبدالحفيز في مشهد ظهر فيه عبدالحفيز كبطل للاستقلال الوطني وكان فيه تفاقل كبير جدا عند شريح كبيرة من الشعب ولكن مع استلام الحكم لقى نفسه في وضع صعب أزمة مالية كبيرة ثورات واحتجاجات ده غير التواجد الفرنسي اللي وصل لمدينة فاس كان المغرب محمية فرنسية من سنة 1912 لسنة 1956 بمجاب معاهدة فاس وهي المعاهدة اللي تنازل بمجابها السلطان مولاي عبدالحفيز عن سيادة المغرب لفرنسا حتى تصبح المغرب تحت الحماية الفرنسية وما إن انتشر الخبر خرج الشعب في مدن المغرب وطبعا قابلهم الجيش الفرنسي بكل قمع ووحشية وعلى الرغم من توقيع السلطان المغربي اللي إنه رفض كل محاولات التسليم للمحتل وحتى رفض التعاون معهم ووقف قدام الفرنسيين وقال لهم احذروا انت قدام شعب لم يسبق له أن كان خاضعا أو مستعبدا ولكن على الرغم من ده وبدل ما يبادل السلطان في صد المستعمر كان بيميل بشكل أكبر لفتح باب التفاول والتفاهم معاه فقرر السلطان مغادرة مدينة فاس تمهيدا للتنازل الاختياري عن العرش لأخيه الأمير مولاي يوسف بن الحسد وبالفعل بويع يوسف في مدينة الرباطل أصبحت عاصمة إدارية للمملكة المغربية بدلا عن مدينة فاس اللي احتفظت بشهرتها كعاصمة علمية منتقل مولاي عبد الحفيز لفرنسا وفي 30 مارس 1912 دخل المغرب في وضع جديد بعد إقرار الحماية الفرنسية عليه بعدها بأشهر وتحديدا 27 نوفمبر من نفس السنة وبمجب التفاقية بين فرنسا وإسبانيا حصلت إسبانيا على محمية في شمال المغرب تضم الريف ودي كانت منطقة قبلية أغلبهم من قبائل البربر بعد ما أقعت الاتفاقية الفرنسية الإسبانية ونصت على اقتطاع الجزء الشمالي من المغرب ووضعه تحت الحماية الإسبانية من بعدها انقسم المغرب لثلاث أقزان الحماية الإسبانية في الشمال وتسمى بالمنطقة الخليفية والحمية الفرنسية في وسط المغرب وكانت تسمى بالمنطقة السلطانية بالإضافة لجزء الثالث واللي كان في منطقة طامجة واعتبر منطقة دولية واستمر السلطان المغربي في المحمية الإسبانية زي ما هو ولكن سلطان بلا صلاحيات مجرد اسم تحت إشراف مقيم عام إسباني وكان السلطان مولا المهدي بن الخليفة أول خليفة يعين على المنطقة الإسبانية في تاريخ 27 أبريل 1913 طبعا كان في رفض من القبائل المغربية للإحتلال الإسباني وكانوا بيعدوا نفسهم لمقومتهم في المقابل اعتمدت فرنسا على القوة العسكرية الغاشمة يعني الظالمة لنهب خيرات المغرب وطبعا همجت الشعب المغربي الفلاحين والتجار والإحرفيين اللي عنوا من الظلم والفقر لجانب الاحتلال وفي 12 يوليو 1921 انطلقت فورة الريف وده بالتزامن مع زحف الجيش الإسباني لاحتلال مدينة أنوال ومع اقترب الجيش الإسباني من مدينة أنوال شنت قوات الأمير محمد عبد الكريم الخطابي شنت هجوم معاكس قدر به يخرج الأسبان من المدينة ووقتها أبيض معظم الجيش الإسباني بما فيهم الجنرال سلفستر قائد الحملة والأمير محمد عبد الكريم الخطابي هو مجاهد مغربي لقب بأساد الريف كونه قائد الثورة ضد الاحتلال الإسباني والفرنسي اتولد سنة 1882 في بلدة أجدير شمال المغرب وكان أبوه زعيم قابلته وكان بيعدهم لمقومة الاحتلال بعد وفاته تولى ابنه الأمير محمد مكانه في زعامة القبيلة وقيادة الجهاد ضد المحتل ممكن نعمل عنه حلقة منفصلة قريب إن شاء الله استمرت قوات الأمير الخطابي تدارد الإسباني قرية ولا قرية يحررها ويرجعها للسيطرة المغربية مرة تانية لحد ما بقاش قدامه غير مدينة ميليليا واكتصر الوجود الإسباني على مدينة تطوان المدينة اللي بدأت منها قصة الاحتلال إضافة لبعض الحصون في منطقة الجبانة بعد الانتصار الضخم داع الإسبان بدأ الأمير الخطابي يفكر في تأسيس دولة لأنه ما ينفعش نفضل كده مجموعات عسكرية معانا سلاح وبنقاتل بس صحيح بنحقق إنجازات بس إحنا بنواجه دول دول عظمة وعلشان نقدر نحقق استقلالنا الحقيقي لازم برضو يكون عندنا نظام عندنا دولة وهنا يقرر الخطابي دعوة القبائل لمؤتمر شعبي وتم تشكيل مجلس عام عرف باسم الجمعية الوطنية وفي خطوة جريئة أعلى الاستقلال الوطني وتأسيس حكومة دستورية جمهورية ودي كانت خطوة قوية ومفاجأة لدرجة إن مدريد عاصمة الإسبان عرضت على الخطابي إنها تعترف باستقلال الريف بشرط إن الاستقلال ده يكون استقلال ذاتي يعني استقلال لا يزال تحت الاسم الإسباني وعلى الرغم إن العرض يعتبر كويس من باب إن الأمير الخطابي ودولته الناشئة هيكون عندهم قدرة على إدارة شؤونهم وحكامها هيمرسوا كافة صلاحياتهم من غير أي تدخل خارجي اللي إنه يبدو في نظر الخطابي واللي معاه كان لا يزال اسمه احتلال فرفض الأمير الخطابي العرض الإسباني 24 أكتوبر 1923 يتوفى الخليفة مولاي المهدي في مدينة سبتة المغربية وكانت معاهدة 1912 بين إسبانيا وفرنسا بتنص إن في حال وفاة الخليفة السلطاني يحل محله بشكل مؤقت حاكم مدينة تطوان وبالفعل تم تعيين الباشا محمد الحاج في منصب سلطان المغرب بالإنابة وفي ظل ما الأمور الشكلية لتولي السلطة بتسيرها إسبانيا بشكل طبيعي كان الألأ الحقيقي هو الانتصارات اللي حققها الخطابي فقررت إسبانيا وفرنسا التحالف ضده وشن حرب للقضاء عليه وفي 1924 كان الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي بيلحق أشد الهزايم بالجيش الإسباني ونجح في السيطرة على عدد من المواقع المهمة نجاح يبدو إنه دفع إسبانيا للضغط على الخليفة المغربي وإجباره على توجيه رسائل تهديد للقبائل يطلب منها الخضوع التام لسلطته في المغرب وعدم الالتحاق بالثورة مع الخطابي والحقيقة إن السلطان المغربي وقتها كان بلا سلطة حيئية وكان الهدف هو إبعاد الناس عن الالتحاق بالقوات المقاومة للاحتلال والابتعاد عن الأمير الخطابي وكان الرسائل دي أثر على الثورة لجانب الشائعات اللي نشرتها إسبانيا وفرنسا ضد الخطابي إنه بيسعى للسلطة والحكم المنفرد على المغرب طبعا شائعة سازجة سازجة إنه حتى لو كانت صحيحة فمن حق الأمير المغربي إنه يكون سلطان وحاكم على بلده المغرب أولى مليون مرة من المحتل أما رسائل السلطان المغربي فكانت أكثر سازجة برضو من باب إنه ما تقوموش المحتل ونضموا ليه أنا أنا السلطان اللي بلأ صلاحيات وخاضع تماما للمحتل ولكن للأسف كان الحاجتين دول الشائعات ورسالة السلطان تأثير واستخدم الإسبان والفرنسيين رفض الخطابي لعرض الاستقلال الذاتي كدليل أو حجة إنهم بيرفض يحكم جزء رغم موافقة الإسبان والأسباب دي إضافة طبعا لأسباب تانية بدأت تحصل بعض الإشكاقات في صفوف الثورة الثورة اللي بيقودها الأمير الخطابي ضد المحتلل الإسباني وبعد ما انتصر عليهم في معركة تازة سنة 1925 بدأت الكفة تميل لصالح الفرنسيين والإسباني وكان طبعا فيه دور كبير لبعض الخونة اللي انشقوا عن الثورة والاحتلال الفرنسي الإسباني ما كانش مكتفي بس بيعبي تفرق تسند والشائعات والحرب النفسية دول كانوا مجاهزين نفسهم لمعارك دموية كعادتهم بدأت قوات الاحتلال في استعمال الأسلحة بقوة مش بس السلاح الناري الرصاص والمدافع وغيره لا وكمان الأسلحة الغازية المسمومة اللي في وقتنا الحال يسمها الأسلحة الكيموية والبيولوجية وما كانش الاحتلال بيفرق ما مين مقاتل ومدني راجل أو ست عجوز ولطف استعمل الاحتلال الفرنسي والإسباني كل القوى الغاشمة للقضاء على المقاومة والثورة وفي 1926 يقرر الخطابي إعلان الاستسلام لقوات الاحتلال حقنا لدماء الآلاف من شعبه والفرنسيين والإسباني ما كانش عندهم أي مشكلة إطلاقا فقتلوهم صبح وليل بعدها صدر الاحتلال كل أملاك وأموال الخطابي ونفيا خارج المغرب وفي 19 نوفمبر 1926 كان الاحتلال أنهى نقاشه وبحثه وتفكيره عن مين اللي هتولى السلطة في المغرب من بين أبناء السلطان مولاي يوسف ووقع اختيارهم على الأمير محمد وقتها كان لسه شاب يدوب ما كملش 18 سنة وشاف الاحتلال أنه هيكون ده الاختيار المناسب اللي هيقدروا يتحكموا فيه ويمشوا زي ما هم عايزين والأطول فترة ممكنة علشان يصبح السلطان محمد الخامس حاكم المغرب ومع بداية عهد محمد الخامس نقدر نقول حصلت حكتين أن قوة إسبانيا بدأت تقل في المغرب ونفوز وقوة فرنسا بدأ يزيد الحاجة الثانية أنه على الرغم من إخماد ثورة الريف ونافي الخطابي إلا أنه بدأت الثورة والمقاومة تشتعل مرة تانية ولكن وفي نفس الوقت أعلنت بعض القبايل الأمازيغية في المغرب الخروج من تبعية السلطان وكمان رفضوهم لبعض تعاليم الشريعة الإسلامية واللي اعتبر مؤشر على بداية تفتت المغرب أو انقسامه وربا ضارة نافعة نتيجة موقف القبايل دي اللي ممكن تفسره زي ما أنت عايز قرر شخصي منهم أو مدفوعين من الاحتلال إلا أن رد الفعل المغربي كان إيجابي وضد الاحتلال عموما خرج كتير من أبناء الشعب المغربي للشوارع في إعلان للوحدة المغربية والتأكيد على التمسك بالمرجعية الإسلامية ورفض الاحتلال والانحياس للمقاومة وهنا يخالف السلطان محمد الخامس توقعات الاحتلال فيه ويستثمر حركة الشعب المغربي والدفاف الناس حوالين بلدهم ودينهم ويقرأ أكتر من المسار المقاومة الوطنية واللي كان شايف فيه الحل والطريق للتخلص من الاحتلال وبدأت الراود بين السلطان من جهة وبين قادة الحركة الوطنية من جهة تانية تزيد وتكبر يوم بعد يوم وفي يوم 10 أبريل 1947 كان ملك المغرب محمد الخامس في زيارة لمدينة طنجة الساحلية وهناك ألقى الملك خطاب أعلن فيه عن وقوفه لصالح تحرير المغرب من الاحتلال وأنه سيعمل على التحرير من أي تبعية للمحتل واعتبر وقتها خطاب تاريخي وفي ذات الخمسينات دخلت فرنسا على خط الأحداث بقوة وصاغت مجموعة من القرارات وقدمتها للسلطان محمد الخامس علشان يوقع عليها وبموجب القرارات دي هتقاسم لفرنسيين السلطة على المغرب مع المغاربة والسلطات وهو حاجة قمة في البكاحة عايزين ينتقلوا من مرحلة المحتل لمرحلة الشريك في الحكم حاجة أشبه كده بالوضع السوري الروسي دلوقتي لما الرئيس الروسي يوصل لسوريا يدخل لها ويزور قواته هناك ويعمل اجتماع مع وزير دفاعه على أراضي سورية ورئيس السوري صاحب السيادة مجرد ضيف طبعا القرارات دي قوبلت بالرفض وأعلن السلطان محمد الخامس تمرده على كل الإملاءات الفرنسية وأكد أنه لن يوقع على قرارات يعترف فيها باحتلال يخلي بلده بلا أي سيادة رفض السلطان محمد الخامس التسليم للاحتلال الدرجات دي خل فيه صراع أكبر يدور بينه وبين الفرنسيين لدرجة أن فرنسا حاولت سنة 1950 أنها تطيح بالسلطان محمد الخامس من الحكم لكنها تراجعت وبعد سنتين في 1953 حاولت فرنسا مرة تانية لإطاحها بالسلطان لكن المرة دي كانت مصممة على رحيله وعلنت فرنسا تعيين محمد بن عرفة كسلطان جديد للمغرب وبالفعل نقلته من مدينة فاس لمدينة مراكش تمهيدا لوصوله للعاصمة الرباط وأبعده بالقوة السلطان محمد الخامس أبعده في الأول لجزيرة كورسيكا في البحر المتوسط ومنها لجزيرة مدغشقر ورداً على إطاحها به قال محمد الخامس للفرنسيين والشعب المغربي أنا الملك الشرعي دي المغرب ولن أخون الأمانة التي اتمنني عليها شعبي ورفض تماماً قرارات الفرنسيين بالإطاحها به ومع دخول السلطان الجديد لعينته فرنسا لقاصر الرباط حصل رفض مغربي كبير أدى لكتير من الاضطرابات الشعبية علشان تقرر فرنسا يعادت نحن مدينة عوف مرة تانية لمدينة فاس في محاولة لإيقاف الاضطرابات وتهديئة الغضب الشعبي ولكن يبدو أن اللي حصل حصل بعدها بدأت المقاومة الوطنية للاحتلال الفرنسي تاخد أشكال جديدة منها المقاطعة مثلاً زي انتشار مقاطعة المغربة للسجار الفرنسية وكتير من الفلاحين قرروا عدم شراء أو استعمال أي آلات زراعية فرنسية حتى الحديث منها اللي ممكن يوفر لهم وقت وجهد وغيرها من أشكال المقاطعة الاقتصادية واستمرت ضغط الشعبي أو المقاومة الشعبية ضد الفرنسيين لمدة سنتين مقاومة وحدت كتير من صفوف المغربة يمكن لأول مرة بالشكل ده علشان يقع الاحتلال الفرنسي تحت حرب مباشرة في القرى وعمليات فدائية في المدن بغير المقاطعة الاقتصادية وتهديد مصالحه التجارية وتمكنت المقاومة المغربية من إرضاخ فرنسا وإكبرها على الدخول في مفاوضات وكمان استجابة لمطالب المغربة دخل الاحتلال في مفاوضات مع قيادات الحركة الوطنية علشان يكون أول مطلب ليهم قبل أي تفاصيل تانية هو عازل السلطان البديل محمد بن عرفة وعادة السلطان محمد الخامس إلى هرشو وبالفعل أرسالت فرنسا وفد للتفاوض مع السلطان محمد في منفاه في جزيرة مدغشق وفي نفس الوقت عقدت لقاءات مع قيادات الحركة الوطنية وعرضت عليهم خريطة طريق لإدارة الفترة المقبلة لكن حصلت حاجة فاجأة فرنسا والمفاجأة جاية من المنفى السلطان محمد الخامس رفض أي تفاوض يحصل خلاله أي تنازل ورفض طلب فرنسا أنه يدعو المغربة للتهدئة والتوقف عن المقاطعة والمقاومة الشعبية والعمليات الفدائية وقال أنه مش يعمل أي حاجة من دي إلا قبل ما توقف فرنسا العمليات الإرهابية اللي بيقوم بيها المستوطنين الفرنسيين تجاه شعبه وبالفعل تمت الاستجابة لكتير من مطالب المغربة وفي 18 نوفمبر 1955 عهد محمد الخامس لبلاده وتم الاعتراف فيه من جديد كسلطان للمغرب وألقى السلطان محمد خطاب بيوصف اللي حصل ده بإنه بمثابة إعلان رسمي للاستقلال وكان مما ورد في الخطاب ما معناه إن المغرب دلوقتي بقى عنده أهداف واضحة وإن لازم الشعب المغربي يتماسك ويتحد ويبتعد عن كل ما يؤدي للتفرقة والبغضاء بعدها شكل السلطان محمد حكومة وطنية كان الهدف الرئيسي منها متابعة المفاوضات مع سلطات الاحتلال لاستكمال طريق استقلال البلاد والاستقلال اللي كان الهدف الأبرز والأهم والجانب التكاتف الشعبي جثف السلطان وولي عهد الأمير الحسن يهثفوا جهودهم لتحقيق الهدف ده عشان تنتهي الجهود دي بتوقيع اتفاق مع فرنسا أو ما يسمى بعقد الاستقلال في 2 مارس 1956 وفورا بدون تأخير واصل السلطان المغربي عمله لإنهاء ما يعرف بالحمال إسبانية على جزء آخر من الأراضي المغربية وبدأت مفاوضات مغربية مع إسبانيا واللي برضو انتهت بتوقيع معاهدة مدريد يوم 7 أبريل 1956 وبكده اتمكن الشعب المغربي بقيادة السلطان محمد الخامس من إزالة الحدود الوهمية كل دولة وغضى منطقة ورسم حدود انتهت الحدود اللي كانت مقسمة المغرب على مدار 43 سنة وفي 1958 بدأت فكرة الاتحاد المغاربي في الظهور والمغاربي مش مقصود بها المغرب كدولة بيكون مقصود بها دول مغرب الأفريقي في تونس والجزائر والمغرب يعني مثلاً لما نقول إن جامعة كذا هي الجامعة رقم واحد مغربياً بيكون المقصود داخل المغرب لكن لو قلنا رقم واحد مغاربياً بيكون المقصود في تونس والجزائر والمغرب ونرجع لسنة 1958 ومع أول مؤتمر للأحزاب المغاربية المؤتمر اللي تم عقده في مدينة طنجة وضمن ممثلين عن حزب الاستقلال المغربي وجبهة التحرير الوطني الجزائرية والحزب الدستوري التونسي وطبعاً في فترة الخمسينات والستينات مع موجة الاستقلال في إفريقيا والوطن العربي كانت دعوات الوحدة والاتحاد كتيرة جداً وبتلقى رواج شعبي كبير وبالتالي كان في محاولات من دول المغرب العربي للتعاون بينهم وبين بعض سياسياً واقتصادياً وفي غيره من المجالات وفي 1959 بدأ المغرب يدخل على خط صناعة السيارات وأسيس الدولة الجامعية المغربية لبناء السيارات سوماكا عشان يبقى أول مصنع لتجميع السيارات في الظهر البيضاء واكتفاش النظام المغربي بكده ده كمان قرر فرض زيادة عن رسوم الجملكية الخاصة باستيراد السيارات وفي فبراير 1961 تعلن وفاة السلطان محمد الخالس اللي خالف التوقعات والطريق اللي كان مرسوم له مرسوم له من الاحتلال وقرر إنه يستثمر الفرصة وينحاز للشعب فيقود بلده وشعبه للاستقلال وبعد أيام من وفاته وتحديداً في 3 مارس 1961 يتم تنصيب الحسن الثاني ملكاً للمغرب باعتباره الأكبر سناً بين أبناء الملك الراحل محمد الخامس وفي عهد الملك الحسن الثاني شهدت المغرب مرحلة جديدة من التحديث والتطوير العمراني فعلى سبيل المثال وبنفس الصناعة صناعة السيارات في الستينات كان المواطنين والشركات المغربية بدعموا الصناعة الوطنية وتاليها ما مشتروش غير الهرابيات اللي بيتم تجمعها في مصانع سوماكا المصانع اللي بدأت مع الزمن تتوسع في أنواع السيارات من فيات لرينو وبيجوه وغيره وده تسبب في روايج اقتصادي كبير لكن في نفس الوقت كان النظام الملكي بيواجه انتقادات حادة بسبب انتهاكات حقوق الإنسان والقبضة الأمنية الحديدية اللي كان بيحكم بيها المجتمع المغربي وكان من أبرز مواضي حقوق الإنسان ملف المعارض السياسي على أبرز المهدي بن بركة بالإضافة لسجن تازم مارت اللي كان موجود في الصحراء الشرقية بالمغرب المعتقل السياسي السري السري لكنه مشهور بقبحه انه من أقصى المعتقلات اللي شاهد عمليات تعذيب وانتهاكات لحقوق الإنسان ومن سجن بالصحراء الشرقية لقضية الصحراء المغربية اللي كانت من أبرز المشاكل لوجهة الملك الحسن الثاني في 5 نوفمبر 1975 أعلن الملك الحسن حق المغرب في الصحراء الغربية واللي كانت لا تزال واقعة تحت سيطرة الاحتلال الإسباني على الرغم من مرور 20 سنة من إنهاء ما يعرف بالحماية اللي كانت من السم المغرب بين فرنسا وإسبانيا وقرر المغرب إطلاق ما يعرف بالمسيرة الخضرة وطوّق حوالي 350 ألف مغربي من جميع أنحاء المملكة استجابة لنداء الملك وكتازوا حدود الصحراء الغربية وهم رفعين القرآن الكريم والعلم المغربي وقتها حذرت تقارير مقدمة للرئيس الأمريكي جيمي كارتر حذرته من حصول مؤجهات عسكرية نتيجة قرار وتحركات ملك المغرب خاصة إن الجزائر هددت بشن هجوم عسكري في حال لم يتوقف الزحف المغربي ناحية الصحراء الغربية وطالب الرئيس الجزائري هواري بموديان طلب من كارتر الضغط على ملك المغرب للتراجع لكن في اليوم الثالث من بدء المسيرة الخضراء تحرك المغرب بعض كتائب من مشاف اتجاه منطقة الصحراء في محاولة لدعم قواتها هناك اللي اشتبكت مع قوات البوليساريو الانفصالية اللي بتقول إن الصحراء دي من حقها هي ومع الشداد المواجهات العسكرية انطلقت جلسات دبلوماسية علشان يتم التوصل الاتفاق ثلاثي بين كل من المغرب وإسبانيا وموريتانيا يقضي بالانسحاب الكل لإسبانيا من الصحراء في مقابل اقتسام الصحراء بين المغرب وموريتانيا ودي الاتفاقية اللي رفضتها الجزائر علشان تتوتر الأوضاع بين البلدين احنا كنا نعمل حلقة بعنوان المغرب والجزائر متكلمين فيها عن الموضوع ده بتفاصيل كتير مهم تشوفوها هنسيب لكم الرابط في التعليقات وبالعودة لعهد الملك المغربي ففي خلال سنوات حكمه اتعرض الحسن الثاني لبعض محاولات الاغتيال يمكن كما أشارها محاولة صخيرات في صيف 1971 لما هاجم 1400 جندي حفل تخليد الذكرى الـ 42 لميلاد الحسن الثاني وقتل وقتها 200 شخص من بينهم السفير البلجيكي في الرباط إلا أن الملك نجى من محاولة الاغتيال وبعد ساعات من محاولة اغتياله كانت قوات الملك بتسحق القوات المتمردة وخلال منتصف التسعينات قرر الملك الحسن الثاني اللي كان رافض سياسة الحزب الواحد قرر فتح قنوات حوار مع أحزاب المعارضة المغربية ودعا للتوافق بين الأحزاب الوطنية والمؤسسة الملكية وبالفعل تم تشكيل حكومة التناوب بخالدة زعيم حزب الاتحاد الاشتراكي عبد الرحمن يوسفي في أول حكومة تقودها المعارضة ودي كانت من أبرز الأمور اللي محسوبة لي وفي 23 يوليو 1999 بمدينة الرباط يتوفى ملك المغرب الحسن الثاني بعد إصابته بنوبة قلبية حادة حضر جناسته عدد كبير من زعماء العالم ومبسلين ومبعثين لأكتر من 60 دولة تقريبا وفي نفس يوم الوفاة يتم إعلان تولي الملك محمد السادس حكم المغرب ويقرر محمد السادس إطلاق حمل التغيير في المغرب حملة كان الهدف منها إجراء تغييرات اقتصادية وسياسية بدأت بالتحقيق في انتهاكات حول إنسان وقال الملك محمد السادس وزير الداخلية إدريس البصري اللي كان رمز للقمع السياسي واللي كان مخرب من الملك الحسن الثاني وبيعتبره البعض زراعه الأيمن وسمح محمد السادس للشعب بالكلام فتح الباب للمتضربين في عهد والده واللي تم انتهاك حقوقهم فتح لهم باب الحديث عن اللي حصل معاهم واللي تعرضوله ده كمان أنشأ الهيئة الوطنية للإنصاف والمصالحة كمؤسسة درها دعم وتعويض الضحايا نفسيا وماديا كان من ضمن الإصلاحات اللي دخلها محمد السادس قانون مدونة الأسرة وده كان قانون بيدي المرأة مزيد من مميزات ويبدو أن الملك حاول يجمع الناس على القانون ده فقال أنه يتماشى مع المبادئ القرآنية ورغم أن القانون يتقابل بمعارضة جديدة من الإسلاميين إلا أن الطرفين الملك والإسلاميين يستمروا في سياسة التصالح والتفاوض والعمل المشترك ورفض الملك خيار إقصائهم من الحياة السياسية وخارجيا أو دوليا اتبع برضو الملك محمد السادس سياسة مختلفة عن والده فمثلا في مسألة حل النزاع على الصحرا طرح الملك مشروع الحكم الذاتي وده الاقتراح اللي دخر منظمة الأمم المتحدة على الخط بمباركة من أمريكا وفرنسا وإسبانيا علشان تبدأ مفاوضات تحت رعايتها بدلا عن النزاع المسلح وبعد اندلاع عن تفاوضات الربيع العربي ضد أنظمة الحكم المستبدة والعسكرية في تونس ومصر وليبيا كان المغرب نصيب من التظاهرات دي لما خرجت حركة 20 فبراير للشوارع وطلبت بالإصلاح السياسي والاقتصادي ومحاربة الفساد والاستبداد وإجراء تعديلات دستورية لكن المظاهرات دي ما طلبتش بإسقاط الملك يعني كانت مطالب شعبية تحت سقف النظام الملكي المغريبي ويتفاعل ملك محمد السادس بشكل إيجابي مع مطالب شعبه وفي يوم 9 مارس 2011 يخرج في خطاب ويعلن عن تعديل شامل للدستور من خلال لجنة موسعة على أن يتم عرضه على استفتاء شعبي وده اللي تم بالفعل بعد حوالي 3 شهور وتضمن الدستور الجديد تقاسم السلطة بين الملك ورئيس الحكومة وإلى جانب الإسلام والملكية والوحدة الترابية المغربية تم إضافة الديمقراطية في الدستور كثابت من الثوابت وفي 25 نوفمبر 2011 يحقق حزب العدالة والتنمية اللي بيقول أن مرجعيته إسلامية يحقق فوز كبير في الانتخابات النيابية وبعد ما فضل ضمن صفوف المعارضة منذ تأسيسه سنة 1996 ينتقل للسلطة وتولى الأمين العام للحزب عبدالإله بن كيران رئاسة الوزراء وشكل بن كيران حكومة من أربع أحزاب سياسية بالإضافة لوزراء محسوبين على الملك وفي 2013 ويبدو نتيجة لكتير من التحولات اللي حصلت في المنطقة العربية خاصة دول الربيع العربي حصلت بعض الهزات والأزمات اللي أثرت على عمل الحكومة المغربية وكان أول الإشكالات اللي وجهت الحكومة انسحاب حزب الاستقلال منها بشكل رسمي واللي تم تعويض خروجه بحزب التجمع الوطني للأحرار المقرب من المؤسسة الملكية وفي مايو 2015 حصل التعديل الحكومي التاني وعلى الرغم من أن التعديلات الحكومية أضعفت حزب العدالة والتنمية خاصة بعد إسناد الوزارات الاقتصادية لحزب التجمع الوطني إلا أن حزب العدالة والتنمية قدر أن يحافظ على قيادته للحكومة المغربية لحد سنة 2016 علشان يكون الحزب الوحيد في المنطقة اللي بيقول أن المرجعات الإسلامية واللي قدر يستمر في السلطة طول الفترة دي وفي أكتوبر 2016 كلف الملك محمد السادس القيادي عبد الإله بن كيران كلفه بتشكيل الحكومة لدورة تانية بعد ما فاز حزب العدالة والتنمية بأغنبية الأصوات في الانتخابات النيابية ب125 مقعد في البرلمان وكان تاني حزب من حيث المقاعد حزب الأصالة ب102 مقعد في مجلس مؤلف من 395 مقعد ولكن بعد حوالي 6 شهور بس من تشكيل الحكومة الجديدة وتحديدا في 15 مارس 2017 قرر الملك محمد السادس إبعاد بن كيران عن رئاسة الحكومة واختار شخصية بديلة من نفس الحزب حزب العدالة والتنمية وقال الملك أن القرار جيء احتراما للدستور المغربي وحرصا على تجاوز وضعية الجمود الحالية بعد طول مدة التشاورات اللي أجرها بن كيران من غير ما يتوصل لاتفاق سياسي وكانت الشخصية دي هي سعد الدين العثمان الراجل الثاني في حزب العدالة والتنمية بعدها كان أغلب أعضاء مجلس الوزراء من مقربين للقصر الملكي وفي نفس السنة شهدت المغرب خروج مظاهرات في منطقة الريف بعد وفاة بايع سمك خلال محاولته استعجت بضعطه اللي صدرتها الشرطة وقتها طالب المتظاهرين بتنمية المنطقة اللي عانت متهميش خلال الفترات اللي فاتت لكن كان رد فعل النظام هو التعامل بقبضة أمنية شديدة فتم اعتقال قادة الاحتجاجات وتحكمه وصدت ضدهم أحكام كبيرة ووصلت لعشرين سنة سجنة وعلى جانب تاني اتأثرت بين مغرب فبخلاف انتفاضة الربيع العربي مع انطلاق موجود التطبيع مع الاحتلال وفي عشر ديسمبر 2020 انضمت المغرب لقطار التطبيع مع الكيان الصهيون وجانت الدولة الرابعة اللي توقع اتفاقي التطبيع بعد الإمارات والبحرين والسودان علشان ينضموا لمصر والأردن وعبر حسابه على تويتر أعلن الرئيس الامريكي دونالد ترامب عن استقناف العلاقات دولوماسية بين المغرب والكيان الصهيوني واللي كانت متوقفة بين البلدين من سنة 2000 بعد ما جمدت الرباط علاقتها مع الكيان نتيجة أحداث الانتفاضة الفلسطينية الثانية ونتيجة اتفاقية التطبيع أعلن الرئيس الامريكي ترامب اعتراف بلاده بسيادة المغرب على الصحراء الغربية في تغيير لسياسة أمريكا تجاه قضية الصحراء وللمعد شاف ان اعتراف ترامب كان مقابل توقيع اتفاق التطبيع وفي 24 أغوصوص 2021 أعلنت الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب وقررت سحب سفرها من العاصمة المغربية الرباط بعد توتر علاقات بين البلدين متحديدا بعد اتفاقية التطبيع ومؤخرا وجه محمد السادس ملك المغرب دعوة لرئيس الجزائري عند المجيد تابون لزيارة المغرب من أجل الحوار وده بعد عدم حضور ملك المغرب للقمة العربية اللي كانت منعقدة في الجزائر وبالوصول لسنة 2022 يكون المغرب قطع شوت كبير جدا من سنة 1900 تقريبا شوت يقدر بأكتر من قرن وربعة خاط خلاله معارك الاستقلال ومر بمراحل سياسية واقتصادية متبينة وبالقاء نظرها عامة وسريعة على وضع دولة المغرب بعيدا عن كرة القدم واللي هي مؤخرا في تفوق فيها فمثلا في مؤشر التقدم الاجتماعي وهو مؤشر بيرسل أداء 169 دولة في المركز رقم 100 عالمية والمؤشر ده بيتم تحديده بناء على عدد من محاول هتلاقي المغرب يحتل المركز 178 في محور الاحتياجات الإنسانية الأساسية وده المحور المهتم بجوانب الغذاء والمياه والسكن واحتلت المغرب المركز 107 عالميا في محور أسس الرفاهية للشعب أما ما يعرف بمحور الفرص المعني بالتعليم والمعرفة والصحة والبيئة فجاءت المغرب في المركز 110 على مستوى العالم أما على المستوى الاتصادي فبرغم وجود مشكلات كبيرة تتمثل في الفقر والبطالة إلا أن المغرب في مجالات تانية حقق إنجازات اقتصادية أو نقدر نقول عنده نقاط قوة منها مثلا السياحة ففي خلال أول 8 شهور تقريبة من 2022 استقبلت المغرب حوالي 3.5 مليون ساعة أدخلوا عائدات بالعملة الصعبة بقيمة 20 مليار درهم مع العلم أن الدولار الأمريكي بيسوي تقريبا 10 درهم مغربي وفي مجال صناعة السيارات الرحلة اللي بدأت من الستينات فالنهار دا المغرب مركز إقليمي في صناعة السيارات ويعتبر المغرب أول منتج للسيارات في أفريقيا بطاقة إنتاجية تعادل 960 ألف سيارة سنويا ما يقرب من مليون سيارة سنويا علشان يصدر منتجاته لعشرات الوجهات العالمية وكمان دخل المغرب على خط إنتاج السيارات الكهربائية وأعلنت شركة رينو عن بدء تصنيعها لسيارة كهربائية بمصنعها في طنجة ابتداء من 2023 لكن مثلا على مستوى التعليم خاصة التعليم الأساسي فالأرقام والإحصائيات مش كويسة فحسب تصريحات سابقة لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي شكيل بن موسى قال إن 77% من التلاميذ في التعليم الابتدائي لا يجيدوا قراءة نص باللغة العربية مكون من 80 كلمة وإن 70% من التلاميذ لا يستطيعوا قراءة نص مشابه باللغة الفرنسية أما عن نسبة التخلي عن الدراسة أو التصرب من التعليم فبتوصل لـ 23% في صفوف تلاميذ التعليم الابتدائي ونسبة الضاعف في التعليم الإعدادي عشان توصل لـ 53% وفي التعليم السنوي فنسبة التصرب من التعليم بتوصل لـ 24% إجمالاً في حال المغرب ما يختلفش كتير عن إجمال حال بلدنا العربية والإفريقية عندنا مميزات كتير ومشكلات وأزمات عنده إخفاقات وعنده إنجازات والأهم إن عنده فرص فرص كتير لابد من استثمرها حسن استثمرها يعني التفاف الشعبي المغربي ضد الاحتلال واستثمر الملك وقتها للالتفاف ده لتحقيق الاستقلال نظن لازم يكون ملهم للمغرب قيادة وشعباً إن أولاً وأخيراً أي بلد هي شعبها بيها تنهض ومن غيره هتفشل فكان يا مكان ابدي إعجابك بالفيديو لعجبك واشترك في قناتي بكر المصري وقلنا رأيك في تعليق وشارك الفيديو لو حابب تدعمنا واستنونا كان يا مكان أنا أقدم واحد يا مكان ده أنا تاين